بعد التحية لسيادتك طبعاً وكل اللي بيسمعوني دلوقتي من السادة المشاهدين بص حضرتك في استحقاقات هم عاوزينها من مصر طوال الوقت الجماعة المتأمرين الجماعة اللي هم عاوزين مصر تدفع التمن واحد لما مصر ما تعملش اتفاقية مع قبرص الونانية ما تعملش ترسيم حدود مع الونان مصر تلغي ده الواحد اتنين لما مصر ما تكون كانوا عايزينها تلغي ده طبعاً ده استحقاق مطلوب من مصر واحد اتنين مصر ما تسندش السودان ولا تسند اللي حصل في السودان اتنين تلاتة مصر ما تساعدش النظام السوري عشان يوقفوا قدام الجماعات الارهابية مصر ما تقفش قدام المد الايراني في المنطقة مصر ما تقفش مع جيرانها والمدد اللي بتاعها في الخليج العربي ما تسندش دول الخليج مصر ما تقفش ضد الجماعات الارهابية الموجودة في ليبيا لما مصر ما تعملش ده مش هتسمعها اي دعوات للتظاهر مش هتسمعها اي دعوات اللي بيحصل ده كله مش هتسمعها صوت قنوات اللي بتتكلم دي يا ده الموضوع كمان ابعد واعمق منك الموضوع ابعد الموضوع يتعلق بمشاريع متعددة في المنطقة مشروع الاسرائيلي كمشروع داخل المنطقة المشروع الايراني التركي معا مشروع التركي الايراني انت تشوف حتى الايراني التركي متفق متفق هتشوف انت لسه حتى عامنين مؤتمر قريب جدا كان الرئيس بوتون في النص كده والرئيس الايراني والرئيس التركي مشروع اللي هو التمدد في المنطقة نتمدد وبعد كده لما اللي يوصل قبل التاني يخلص على التاني احنا هدفنا واحد تركي التمدد مشروع العثماني المشروع الصفو الايراني مشروع للتمدد في المنطقة فاحنا عندنا مشاريع يقابلها المشروع العربي مشروع التحالف العربي مشروع المصري اللي هو متوافق تماما مع المشروع الخليجي في هذه الفترة فهنا تتكلم على مشاريع متعرضة فهو هنا له أدواته للمشروع التركي الإيراني لها والأدواته اللي هي القوى النعمة بتاعته ما هي القوى النعمة هي جماعة الإخوان المسلمين دي إحدى أدواته النعمة بقنواتها بالرديف بتاعها بالسوشيال الميديا بالسوشيال بالكوامل الموجودة في المجتمع بالتنظيم الدولي الموجود بالجمعيات بالتنظيم الميداني اللي بيقوده سامير فلاح في أوروبا وغيره هنا هذه القوى النعمة هنشوف حتى لحظي الحاجة اللي هي حتى الإعلام ما انتبهش لها المؤتمر اللي عملته لإخوان في إسطنبول هذا الأسبوع لسبت الماضي كان بحضور 500 شخصية إخوانية في إسطنبول والمؤتمر ده ولا لي أي لازمة ده أردوغان بالتليفون جماعهم بالتليفون جماعهم كلهم تعالوا بسرعة كان عاوز يعمل المؤتمر ده في خلال 48 ساعة يرسل رسالة أني أنا القوى النعمة بتاحت الإخوان ما فيش صراعات مش طلعت بقى اتهمات متهموا بعض بالسرعة والعربيات والكلام وتسجيلات والكلام ده كله لا الإخوان لا يوجد فيها انشقاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر